بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم اليوم في موضوع مهم من مواضيع الاندو حنتكلم عن الفايتال بلب ثرابي عشان نعطي الموضوع حقه حنقسمه الى 3 فيديوهات المحاضرة الاولى حنحكي فيها عن introduction بشكل عام حنحكي عن الفايتال بلب ثرابي بروسيجرز ايضا بشكل عام الجزء التاني حنحكي فيه عن المتيرة المستخدمة في الفايتال بلب ثرابي حنحكي عن الهيموستيزز حنحكي عن التوستيب امتي اي بلب كابيج وانستيب امتي اي بلب كابيج وجوز الأخير حنحكي فيه عن الابيكسوجينيسز والابيكسيفيكيشن بداية الفايتال بلب ثرابي هي بروسيجرز الهدف منها نعمل برزيرف ان مانتين بلب فيتاليتي في الاسنان اللي تعرض لإكسبوجر اما بسبب تروما او كيريز او رستوراتف بروسيجرز او الاسنان اللي فيها اناتوميك اناوماليز البرايماري اوبجيكت في الفايتال بلب ثرابي هو تكوين التيرشيري ريبرتف دينتين او الكالسيفايد بريج فورميشن ايضا الفايتال بلب ثرابي مهم في الاماتيور اوبين ابيكس وصار فيها بلب ديزيز وما بتقدر تعملها ارسي تي وما بدك تخلع السن عشان تحافظ على السن اولا وعلى الارش انتيجريتي خلال المجزول الفيشل ديفلوبمنت الاماتيور تيث ممكن تحتاج خمس سنوات حتى تصر لأبيكاليك لوجر بعد الاربشن كان في الماضي الاسنان الاماتيور وصار فيها الربيرسبل والبالبايتس يخلعوها الان في نيو ستراتيجز عشان نكون دينتين اند هارتش وفورميشن وحنتكلم عنهم في محاضرة قادمة انك تحافظ على البالبايتاليتي من فواده انك تقلل نسبة حدوث الفراكتشر لانه السن حيكمل للغروث والنيتشر سترينكثينج لإلو يعني انا بين قسين بزيد من عمر السن تطور الامتي اي والبيو سيراميك والكالسيم سيليكيت ماتيريال ساهم في زياد نسبة نجاح هذه العلاجات صعوبة الامر تكمه في الدياغنوزيز لانه الكلينيكال ساين ان سيمتمز والراديوغرافيك ايفيدنز ممكن ما تحكس الحالة النسجية للبلب مثال بسيط في الصورة اللي امامك الصورة ايه هي لور سيكس ويذ ماينور سيمتمز لمريض 23 سنة صورة B أبر 7 أسيمتمتباتيك لمريض 17 سنة C أسيمتمتباتيك أبر 6 لمريض 38 سنة و D ديب كيريز لمريض 6 لمريض 12 سنة طبيعي مثل لو شفت الصورة هتقول انه بيدهم RCT انت في تشخيصك للحالات اعتمدت على الاكسري لكن الصين والسيمتمز ما بتشير لانهم RCT هدولة الاربع حالات لما عملنا لهم كانوا فيتاليتي تيست هدولة الاربع حالات تم علاجهم بالفايتال البلب ثرابي وكلهم حالات ناجحة بعد متابعة نحكي عن شوية بلب كاب هو علاج للإكسبوزد فيتال بلب ولبعدها هنعمل سيلنج للوند بلب بماتيريال زي الكالسوم هيدروكسايد أو الأمتي إي عشان يسرع تكوين الريبراتف دنتين والحفاظ على الفايتاليتي للبلب دايريكت بلب كاب أو دايريكت بلب كابينج انه نضع ماتيريال دايريكت لي على الإكسبوزد بلب سواء ميكانيكل أو تروماتيك إكسبوزد ستيب وايز كيرز إكسكافيشن هو إنكريمنتر ريموفا للكيرز خلال مدة من الزمن عشان نساعد على البلب هيلنج ونقلل فرصة حدوث الإكسبوزد بلبكتومي هو كمبيت سيرجكال ريموفا للفايتال بلب بلبوتومي هو سيرجكال ريموفا للكورونا الفايتال بلب عشان نحافظ على الفايتاليتي للريمينينج راديكولار بلب بارشال بلبوتومي هو السيرجكال ريموفا لجزء من الدزيز البلب بهدف الحفاظ على الفايتاليتي للريمينينج كورونا والرديكولار بلب أبيكسيفيكيشن هو إنديوزد لكالسيفايد أو أرتفيشيل بريير في الأوبين أبيكس روت واللي البلب هنا نيكروتيك الأبيكسوجينيسيز هو فيتال بلب ثرابي الهدف منها وهنا البلب بيكون فيتال بلب ريجينيريشن هو إنه نعمل ريكريات لللوست أو دمج بلب بلب بري فيسكولاريزاشن إنه نعمل ريستور بلد سبلاي في البلب سبيس بلب ري فيتاليزاشن إنه نعمل ريكريات للفايتال كونكتف تشو في البلب سبيس في عوامل تؤثر على الأوتكام للفايتال بلب ثرابي زي دراسته تؤشر إنه كلما كان عمر المريض أكبر كلما قلت نسبة نجاح الفايتال بلب ثرابي الأسنان اللي صار فيها تروما أو بري فياس ريستوريشن أو بلب الكالسيفيكيشن اللي هم بورر بروغنوزة عن الأسنان اللي فيها إنيشيال كيريز هنحكي اليوم في محاضرتنا عن البروسيجرز اللي بتكون الهارد تيشو في الكلوزد أبيكس الأوبين أبيكس هنحكي عنها في الجزء الثالث من المحاضرة هذه البروسيجرز هي الدايريكت بلب كابينغ الاندايريكت بلب كابينغ البلبوتومي والبارشال بلبوتومي بداية هنحكي عن الدايريكت بلب كابينغ كديفينيشن هي بروسيجرز لعلاج الإكسبوزد بلب بماتيريال توضع مباشرة على الميكانيكل أو ترماتيك فيتال بلب إكسبوجر تعمل سيلينغ للبلب وتشجع الهيلينغ وتشير ريبير وهتحفز تكوين الريبيرتف دينتيل وتحفز على الفيتاليتي للسن فابلنحكي عن الانديكيشن لازم السن ما يكون فيه سيمتمز للإرفيرسبو البلبايتس حجم الإكسبوجر يكون صغير الإكسبوجر يصير من كاريز ريموفل أو ترومة أو توث بريبيريشن لأنه التشو في هذه الحالات ما بتكون انفليمد أما في حالات الكاريز بلب الإكسبوجر الاندرلاينغ بلب بيكون انفليمد وما بتقدر تحدد الاكستين تعته وبالتالي ما بينفع مع الديريكت بلب كابينج من أشهر المواد المستخدمة في الديريكت بلب كابينج هي الكالسيوم هيدروكسايد الامتي ايم الآن أحدث الدراسات بتحكي أن استخدام الكالسيوم هيدروكسايد في الديريكت بلب كابينج غير محبب لأنه إله أفضل مواد بسبب انها بسبب انفليمد بسبب انفليمد بنعمل هيمورج كنترول ولازم تشتغل بدون أي كنتميناشن استخدام الربر دام مفروغ منه وفاينال استوريشن لازم تكون بسبب انفليمد سأعرض لك الآن ثلاث حالات الحالة الأولى الصورة الأمامك لـ Symptomatic Mandibular Right 6 للمريض عمر 9 سنوات A Preoperative B After Sodium Hypoclorite Hemostasis and MTA Placement صورة C One Year After والصورة D بعد 8 سنوات الحالة الثانية الصورة الأمامك Upper Right and Left 6 الصورة A and E Preoperative Upper Right and Left 6 ستشوف Deep Distal Caries عمر المريض 12 سنة الصورة B and F Post Treatment بعد ما عملنا Direct Bulb Cabing بالMTA الصورة C and G بعد سنة والصور D and H بعد 7 سنوات ونصف أما الحالة الثالثة الصورة الأمامك هي Direct Bulb Cabing Lower Left 6 A Pre-Treatment X-Ray ستشوف Large Carrier's Legions B بعد MTA Placement C بعد 4 سنوات D بعد 13 سنة ثانية سنحكي على Indirect Bulb Cabing كدفينيشن هي Procedures في Deep Carrier's Tooth ولي بتكون قريبة من البلب لكن بدون أي Sign and Symptoms ل Irreversible Bulbitis أو في الأسنان المشخصة ك Irreversible Bulbitis ممكن التريتمنت يكون One Step أو Two Step أهم إشي الكيس سيليكشن عشان ما أعالج حالة Irreversible Bulbitis لأنه سيصبح فالير في هذه الحالة ممكن نستخدم Step Wise Careers Removal تكنيك اللي حكينا عنها في أول المحاضرة عشان نقلل الرسك لل Bulb Exposure بعد ما أعمل Excavation لل Infected Intine بعمل Line لل Remaining Affected Intine بمادة زي Calcium Hydroxide Resin Modified Glass Therical والMTA في Two Step المرضي بيرجأ بعد تمن الـ 12 أسبوع عشان نحط Permanent Restoration عشان نعمل Corona Seal للسن أيضاً نستخدم Indirect Bulb Cabing في Immature Permanent Teeth لما يكون Open Foramen أو Thin Wall Canal الثالثة الثالثة البلبوتومي أو ما يسمى Bulb Amputation هو Procedures يتم فيها Removal coronal part of Vital Bulb بهدف الحفاظ على Vitality للradicular portion ممكن أن يستخدم كEmergency Streatment عشان نعمل تمبر الريف للسيمتومز زي ما حكينا في محاضرة الأمرجنسي سيصلك الرابط هي بديلة لما يكون Carious Exposure في Deciduous أو Young Permanent Teeth لازم السن يكون Vital وأسيمتوماتيك بشيل كل الكيريوازدنتين والبلب لعند الأورفيس بعد ما تشيل الكورونا البلب بنحط Cabing Material لفوق الأورفيس من الموض المستخدمة الزينكوكساديجنول الفينول الفيريكسالفيت والبوليكاربوكسيلات سمنت والكالسيوم هيدروكسايد بالنسبة لفورمكريزول فهو مختلف عليه لكن آخر الأبحاث بتحكي أنه كارسينوجينيك وجينوتوكسيك وبعمل Internal Resorption أفضل مادة في البلبوتومي هي الـ MTA رابع علاج سوف نحكي عنه هو بروسيجور بنعمل فيها remove small portion of coronal بالب بهدف الحفاظ على coronal بالب tissue المتبقية بيكون من الكورونا البلب بنشيل تقريبا 2 ملي من الكورونا البلب وبعدها بنعمل وباقي الخطوات زي سواء نحط أو الـ MTA لآخره البارشال بالبوتومي والديريكت بالبكابينج يعتبر نفس البروسيجور تقريبا لكنه بيختلف في كمية الفيتال بالب تيشو اللي بتضل بعد treatment أيضا نستخدم البارشال بالبوتومي كاليكتف تريتمنت للأسنان اللي فيها أنوتوميكانوميليز زي الدنس انفجانيتس الصور اللي أمامك لحالة بارشال بالبوتومي لحالة المريض 8 سنوات عنده في الأبر لفت سنترل بعد ساعتين من التروما A Preoperative X-ray منشوف فيها الـ Immature Root Formation والهروزنتال Crown Fracture B and C رابر دام إيزوليشن ومبين فيها ثلاثة بلب إكسبوجر D انصائزل فيو أفتر بارشال بالبوتومي E انصائزل فيو أفتر MTA بليسمينت F بعد خمس سنوات بشوف الـ Apical pathosis راح G clinical photograph بعد H بعد سبع سنوات و I بعد Composite restoration هيك بنكون خلصنا الجهز الأول من المحاضرة أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة خلاص